اشتركوا في القناة على السلوكات اللي ممكن تحافظ لي على الصحة ديالي اذا الهدف من هذا الدرس وهو تحديد بعض السلوكات التي تعزي الصحة الجيدة نعم نبدأ اول حاجة بملاحظة الصور اذا لاحظوا معي الصورة الاولى فألاحظ ان مثلا اب يضع لابنته الكمامة اذا بطبع الحل للوقاية صورة اثنان اطفال يقومون بغسل اليدين بالماء والصابون اذا ايضا فهي للوقاية صورة ثلاثة اطفال يمارسون الرياضة اذا فهذه ايضا فالرياضة فهي ايضا تقي الجسم من الامراض ثم صورة الاربعة فديرلنا هذ العلامة هذي فهي كتعني ممنوع المصافحة اذا فهذه الصور هذي فهي كلها كتوحيرينا الى الوقاية للحفاظ على صحة جيدة اذا هذشي اللي خاصة نكونون مارسوه في الحياة ديالنا اليومية نحاولو ندير الحتياطة ديالنا بالاخص مع هذي الفيروس هذي لدينا دابا كوفيد ديزنف خاصة نحافظه لنظافة ديال في اليدين او بالاخرى الجسم ديالنا كامل خاصة نمارسو الرياضة وتناولو اغذية تكون صحية ومتوازنة وخاصة نجنب المصافحة او لمس الاسطح اذا التساؤل اللي ممكن نطرحه هنايا بعد ملاحظتي للصور وهو كيف تمكنني هذه السلوكات من الحفاظ على صحتي كيف تمكنني هذه السلوكات من الحفاظ على صحتي علامة استفام اذا ففي نظركم نعم لتجنب الامراض مثلا يعني فانا اضع الكمامة لكي اتجنب الامراض نعم ممكن تجنب او لتجنب الامراض او لتقوية الجسم كممارسة الرياضة نعم تقوية الجسم او للنمو الجيد يعني باش نحاول باش نكبر مزيان النمو الجيد نعم اذا توجد عدة افتراضات احنا غدين ناخدو منها غير البعض وغنحاولو نجزو الاختبال للتحقق منها اذا نبدأ على بركة الله بالنشاط الاول يقول ابحث في وطائق عن دور كل سلوك في الحفاظ على صحة جيدة ولاحظ ما تعبر عنه الصور والرسوم واملأ الفراغ بما يناسب من الكلمات اذا اننا عندي ثلاثة دي المجموعة المجموعة الاولى المجموعة الثانية وعندي المجموعة الثالثة كل مجموعة سنشوفها الصور سنحاول نملأ الفراغ بما يناسب اذا نبدأ بالصورة الف فكاللاحظة هنا طفل كي مارس الرياضة اذا فممارسة ماذا تقوي جسمي اذا شنو هي اللي كتتقوي الجسم ديالي وهي ممارسة الرياضة بطبيعة الحال كيف ما كاللاحظة في الصورة الصورة باء يوفر الغذاء لجسمي ماذا اللازمة للنشاطي هو نموه يوفر الغذاء لجسمي طاقة نعم الطاقة لازمة باش يكون الجسم ديالي ناشيط وبطبيعة الحال باش ينمو اذا هاتشي اللي استنتجنا في الصورتين في المجموعة الاولى نمشو المجموعة الثانية اللي بالاحمر الصورة جيم كاللاحظة وحطك الكي يستحم اذا فاستحم بشكل منتظم استحم بشكل منتظم صورة دال اغسل ماذا طفل ماذا في كيغسل كيغسل في اليدين دياله اذا اغسل يدي جيدا بالماء والصابون الصورة الموالية اراحظ ان الطفلات تنظف أسنانها بالفرشاتي والسانون اذا انظف ماذا انظف أسناني بعد الأكل اذا شوفوا معي هنا هات الجملة احمي جسمي من الأمراض التي تسببها الأوساخ والجراثيم بماذا كيف ما نستنجو هنا هدو كلهم كيديرون نظافة اذا فاحمي جسمي من الأمراض التي تسببها الأوساخ والجراثيم بالنظافة بالنظافة وقدروا نحميل جسمي نعم المجموعة الموالية عدد ساعات نومي هو عشرة ساعات اذا في اليوم خاصة الناس عشرة ديل السويع أريح جسمي ليستعيد قوته ونشاطه ب لمدة كافية اذا لاحظوا معي الصورة واحد هذا الطفل هاتف هي تسعود ديل الصباح وباقي ناس وهذا الطفل هاتف هو عنده يلاس بعد ديل الصباح ولكن هو فاق ولكن فيق ناشط إذا فهذا غيكون ناس عشرة ديل الساعات يعني فهو فاق 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 زعم شبعان يعني ما فيه لنعاس لواله ولكن هذا ما غيكونش ناس عشرة ديل السويع يعني غيكون ناس قل دكش وصلت تسعود وباقي ما باقي ما فاقش إذا فا بالنوم لمدة كافية إذا فكنستعي الجسم ديالي القوة دياله والنشاط دياله بالنوم لمدة كافية إذا ما نعز شوح ديال المدة كافية ما غيستعيش الجسم ديالي القوة والنشاط استخلص أملأ الفراغات بما يناسب النوم الرياضة تنظيف غداء إذا للحفاظ على صحة جيدة يجب باش نحافظ على واحد صحة جيدة خاصني نتناول ماذا شنو اللي عندي هنا ممكن نتناوله حاسم جدا غداء أتناول غذاء متنوع ومتوازن إذا أول حاجة باش نحافظ على الصحة ديالي وهي نتناول غذاء متوازن ومتنوع وممارسة ماذا شنو الحاجة اللي كان مارسو هنا هيا هي الرياضة حسن جدا ممارسة الرياضة بانتظام يعني ماشي نديرها نهار وعشر يام لا أو نديرها نهار وشهر لا خاص نديرها بانتظام مثلا إما نديرها أسبوعيا أو لندير جيدة مرات في الأسبوع المهم تكون بانتظام وممارسة الرياضة بانتظام وأيضا الجسم شنو اللي كان شنو نديرو تنظيف الجسم باستمرار ومدة كافية ما الذي يجب أن نقوم بها مدة كافية؟ وهو النوم والنوم لمدة كافية إذن للحفاظ على صحة جيدة يجب تناول غداء متوازن وسحي وممارسة الرياضة بانتظام وتنظيف الجسم باستمرار وأيضا النوم لمدة كافية يعني خاصة الناس بكري إذن هذا ربعة الحويج اللي بغيت نحافظ على صحة جيدة لخاصة نديرهم إذن أول حاجة الغداء المتوازن والمتنوع ثاني حاجة وهي ممارسة الرياضة ثالث حاجة هي تنظيف الجسم كندوي للجسم كامل يعني مش غير الأسنان أو لليدين الجسم كامل ثم النوم لمدة كافية نعم نمرو الآن إلى الاستثمار جباغ المو كنو 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 بان دون شاك كمبورتما إذن غادي نضرب على الكلمة نسؤول نشي طبعي الكلمة اللي ما زعمل اللي ما خاصنش نديرها نبدأ بالجوم الأولى تقول يعني دائماً خاصني نعس طو يعني ما نبقش متأخر يعني غادي نشطبو على طاغ الجملة الثانية يعني خاصني نزاول الرياضة بانتظام أو لناديراً ناديراً ما كندير الرياضة نعم كيف ما شفنا هنا خاصني نزاولها بانتظام إذن غادي نشطب على غار ما الجملة الثلاثة جمانج أسي أو ديبو طبية الحال أسي ما يمكنش نكون واقف وناكل إذن غادي نشطب على ديبو الجملة الرابعة تقول جملاف لدانت أفك يعني نغسل الأسنان دياولي دلو بالماء أولا إذن طبية الحال خاصني نغسلهم بالفرشاتي والسانون ما يمكنش ندير لهم غير المبوحدو إذن غادي نشطب على الماء إذن جملاف لدانت أفك نشطب على ديبو 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 نشطب على ديبو